السلام عليكم اللي بنات الحدقات كديرين لبسي لكم نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير فيديو اليوم هي وصفة معروفة عند الجميع وانا متأكدة قاعدة نسا البلدية يعرفوها وهي المسمن المسمن حضرتو معاكم بإدة طرق وآخر طريقة الحمد لله جبت بزاف متاع النسا وجربوها وجد زوينها واليوم جيت نعطيكم طريقة أخرى حتى هي فعالة وكرا كنت شوفوا معايا المسمن يجيكم مورق ويجي خفيف ريشة فتبعوا معايا البنات وخاصة المبتدئات يالله بسم الله على بركتي الله فأنا الكيمية اللي دايرة هنا يراني دايرة 500 قرام فارينة يعني نصف كيلو مغربلة ودايرة 300 قرام ديال الفينو الفينو هي الدقيق ديال القمح الرطب قاعدة غديندير لهم واحد المعلقة كبيرة ديال الملحة وغديندير لهم رشة خفيفة ديال الخميرة معجونة فقط قرصة وغدينزيد لهم ساشينتال خميرة ديال الحلوة 8 قرام وعوض يعني اما بغيتو تديرو رشة ديال السكر هاكا واحد الرشة ديال السكر انا درت هنا واحد معلقة صغيرة ديال عسل عوض سكر درت معلقة صغيرة عسل سوف يغدينجمع بالماء عادي هاداك العسل هو اللي كي يعطننا ديك تحميرة زوينة اللي مسمن يلا رحطوه في بداية الفيديو اللي مسمن يجيب حمار فكن بديو نضيفو الماء تدريجيا بلا ما نقولكم القيس ديال المال بنطرى باين الاحساب ما تجمعوا لجينة ديال المسممن ديالكم والمسممن ما تجريوش بززافرة ما يبغش العجينة تكون جارية ومشي قاسحة العجينة تكون مجموعة نورمال سوف يغيك تجمعون بسم العجينة ديالكم كتحطوها على سطح عمل باش تعاونكم عالدليك وتدلكوها با ايما كتدلكو عفوين بالراحة ديال لي ديالكم واحسن طريقة تديروها تدلكو شوية وتخليوه يرتاح شوية تكون يتخمس والاح انت عدار وحد اخرين ولا تدلكي شوية واحد تلت مرات تدلكي شوية وتخليه يريح تولي عندو تدلكي شوية ويريح تولي عندو هكا واحد تلت مرات باش ضغيه كي تنطلق ويولي مدلك من اللي دلكتها هالبنات شديتو وشكلتها كويرات طريقة او الفكرة اللي غدي نعطيكم اليوم انا هالكيمية اللي اعطيتكم خرجت بها عشرة ديال الكورات عشرة ديال الكورات في هاد الحجم اللي رهي بالكم غدي كل خمسة نخدم بهم وحدة كل خمسة يعني غدي نخدم جمس من بنات كبار كل وحدة ترفض لي خمسة تعفقنا مهم غدي تشوفوا معايا الطريقة رهات سهلة مهلا للتوريق غدي نحتاج زبدة بزا في البنات يسولوني النوعية نستعمل هادي لابريري نحتاج زيت وعندي نزلافة درتش فيها الفينو مخلط مع صاشين تا الخميرة هكا نخلطوه هادو مكونات اللي غدي نحتاجهم في التوريق فطريقة غدي نبدي ونخدمو خمسة الولا وديما اللي ما تخدموش بهم وغطيوهم خمسة الولا كترشو سطح العمل بالزيت اكيد وكتبدي وتسرحوهم بدي نسرحو اللولا بسم الله تكتسرحوها ارقيقة نعرفو المسمن يبغي يكون الورقة ديالو ارقيقة باش تعارفو المسمن ديالكم مدلكمي كيديلكم دوك النفاخات يعني العجينة ضغية مطلوقة سافي كنسرح العجينة اللولا كندهنها بالزبدة كندوز عليها هاكا الزبدة اللي كتكون ماشي دايبة كتكون في حرارة المطبخ يعني هاكا مطلوقة وكان نرش الفينو وكان طوي على اربعة عادي الطوية نتعلم بسم من عادي اللي تعرفوها وما بين كلها طوية وطوية كندير الزبدة والفينو هاكا حتى كان طوي على اربعة هاكا الشكل هذا نحطها على جانب نجيبو الزوجة او التانية نولي نسرحها بنفس الطريقة نسرحها ارقيقة هاكا الشكل ضغي يطلق معاكم لاحقاش راه مرتاح وراح مدلوك على حقه وطريقه هادي ندهنها حتى هي بالزبدة ندهنها بالزبدة بنفس الطريقة ونرشها بالفينو ونجيب هاديك المسم من اللي طويناها اللولا نحطها فوس منها ونبلع على اربعة ودائما بنفس الطريقة زبدة ونفينو ما بين كلها طبقة وطبقة هادي الشكل هادا نحطها على جانب نجيبو الكورة تالتة قولنا حتى نوصلو خمسة تالتة بنفس الشكل بزر في البنات اللي كيقولوا لي وش ضروري نديرو الزبدة في الطوراق وش ما نقدروش نديرو بالزيت تقدري تديري بالزيت اختي ولكن ما تحصلش الى نفس النتيجة الزبدة مش فقط كتورقنا الزبدة كتعطي لنا حتى بنفلم سمن كيجيبني فانا علش كتعجبني الزبدة كيجيبني طفيك كماشتو درت نفس الطريقة ها هي الثالثة باللعناها ها الشكل هادا هالطريقة عجبتنا لبنات جاتني عملية وسهلة عجبتني بزف علش قلت ضروري نشاركها معاكم نديرو الرابعة حتى هي بنفس الشكل نورقوها رقيقة نحطو فيها هذي كلي ديجا طويناها بهذا الشكل هادا ونغلقو وتبقى لنا الاخيرة والخامسة يعني الاخيرة حتى هي كنديروها بنفس الشكل نطويو دائما على أربعة سوف يوم اللي غادي نطويو هادا نكملو هادا الخامسة غادي نخليوها على جانب ترتاح ونمشيو عندوك خمسة نتاع الكوريات اللي يبقى لنا حتى هما نديروهم بنفس الطريقة وحدة في وحدة وحدة في وحدة حتى كنكملو خمسة دائما كنورقو بالزبدة والفينو نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوني فصافي انا غادي نكمل هادي ونولي عند الخمسة الاخرين حتى هما نديروهم بنفس الطريقة ونخليهم يرتاحو ونرجع عندكم باش نطيبوهم مع بعدياتنا فالبنات من اللي كملتمش تورا ما عندي جوجم سمنات كبار كلة وحدة فيها خمسة ديال الكورات خمسة ديال الكورات نخليو الزوجة اللي درناها على جانب نبديو باللولة اللي تكون رتاحت مزيان تدهنو يديكم بزويتا وتقرسوها تقرسوها مزيان هاكا حتى تولي رقيقات تولينا نقرسوها على شكل مستعطيل ما ديش تحتاجو الوراق فقط بيديكم هاكا بحيط ديجارها مرتاحة كتتقرسوها هاكا على شكل مستعطيل رقيق وهنايا كتشدو قطاعة واللسكين وكتقطعو المسمنات ديالكم على حساب الحجم اللي راكوا بغيين بغيين تديروهم كبار بغيين تديروهم صغار يعني اللي بغيتون تومة انا كما شتو درتهم في هاد الحجم هادا يعني هنايا خرجتلي تسعة ديال المسمنات في هاد الحجم هادا شتو طريقة فعالة كتدلكم اختروا وحدة كيميازوينة وكتطيبوهم في مرة وحدة شتو معي الطريقة سهلة سوف توجدو الطاجين ديالكم كتخليوه كيسخن كتديرو لواحد الرشان تعزيت وكتبديو كتحطو المسمنات ديالكم كيميزتون ما درتهمش كبار درتهم صغار ودرتكو اللي زوج بقيتكن طيب بالزوج بالزوج سوف يقول مسمن من الاسرار ديالو ما تخليش لمسمناه حتة تحمار بزاف من لتحت عد تقلبيها كتحطيها كترشيها بزويتها خفيفة وكتقلبيها وهي عد ما كملتش الحمورية ديالها تتحمر عد تاني من الجهة الأخرى يعني كتقوا تقلبو فيه مرة مرة كتقلبو فيه حتى يخدك اللون الذهابي شتو معي اللون الزوين اللي اعطانا وهذا عندو علاقة تبديك العسل اللي درتنا را كتعطيها هاد الحميرار وشتو كيفاش كيجي خفيف كيجي زوين بزاف تصافي كتبقوا تستمرو هاكا كيكوت لكم كتتحطو صافي كابدي نحيدهم هاد وصافرهم تحمروا وتكملوا بنص الطريقة تحطو المسمنة ديالكم وغي كتشوفوهم بدا دخلهم الطياب كتشدوهم كتقلبوهم ديما كتكونوا وجدين واحدة زلافة فيها شوية زيت مرة مرة كترشو الزيت من تكونوا طيبو صافي وكتقلبو من الجهتين تكي يحمارو ياخدو اللون الذهابي وكتقدموهم وها هو المسمنة ديالنا كيرا كتشوفوه جاهز يعني انا خرج لي تقريبا شي عشرين حباها الكمية اللي اعطاتكم مشي كبار هاكا صغار وطيبتهم في مرة واحدة يعني هادوك اللي قطعتهم صافي كانوا وجديني كان طيب فغضي نستمر حبيبتي حتى نكمل قا الكمية عندي ونطلقها وها هو المسمن ديالي جاهزة لبنات كيجي زوين بزاف وخفيف مورق ها هو شوفو معي كيجي خفيف ريشة ما كيجي لملكز لتشي حاجة بزافي بالاخوات اللي كيلقوا وحب ما زل كيلقوا مشكل مع المسمن خصوص المبتدئات فكنحاول نعطيكم طرق اللي تسهل عليكم ونعطيكم الاسرار جيالو فهو جد جد ناجح ان شاء الله تجربوا كل اخت ما كيصدق لها شلي نسمن ان شاء الله تجربه وينجح معاها فهشتوا معايا شحال خفيف فان شاء الله قاع اخواتي وكيما قد لكم غدي نحط لكم حتى الفكرة الاخرى اللي شاركتها معكم من قبل لطريقة اخرى نتعلم سمن تهوة جزوين نحط لكم تهوة في صندوق الوصف واللي اعجبكم جربوه المهم اننا بغينا كل شي تعلم معانا اخواتنا المتدئات كل شي تعلم يتعلم وحنا تفرم طالما كيخطاناش المسمن واخا نديرو ملاحة واخا كيبقى هو الرئيسي تحت طاولة دي الرمضانية فان شاء الله يعجبكم ويني عجبكم هاد الفيديو حبيباتي وعجبكم هاد المسمن فخليولي شي لايك خليولي شي تعليق زوين باش تتعاونوني وتشجعوني نقدم لكم المزيد ما تنسوش تبرتجوهم مع الهائلة ديالكم ومع ليا غير نقول لكم حبيباتي خليتكم الاخير نتلقى في الفيديو القادم ان شاء الله ودائما معا شيوات صفا الى اللقاء احبكم